موسيقى خطاب العرش الملك محمد السادس يشيد بدور الفاعلين في القطاع الصحي العام والخاص والعسكري في مواجهة وباء كورونا على ما أبانوا عنه من تفان وروح المسئولية في مواجهة هذا الوباء السلطات الصينية تفرض إغلاقا يطال ملايين سكان في وقت تحاول احتواء أكبر تفشل لكوفيد 19 منذ أشهر عبر إشراء فحوص واسعة نطاق وفرض قيودا على السفر فرياضة فريق المغرب التطواني يبلغ المباراة النهائية لمسابقة كاس العرش بعد الفوز على فريق الوداد الرياضي عقب الاحتكام إلى دربات الشزاء الترجحية برسم دور نصف نهاية كاس العرش لموسم 2019-2020 أهلا بكم نشرة إخبارية جديدة من كاب فنكاتخ تيفي بطنجة ولازلنا نواكب في نشراتنا الخطاب الملكي لعيد العرش الذي يصادف ذكرى ثانية والعشرين لاعتلائي جلالة الملك محمد السادس عرش أسلفه المناعمين في الذكرى التي تصادف العام الثاني على التوالي لانتشار فيروس كورونا بالمغرب أشهد جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بنجاح المغرب في معركة الحصول على اللقاح التي ليست سهلة على الإطلاق وكذا بحسن سير الحملة الوطنية للتلقيح والانخراط الواسع للمواطنين فيها كما أشر جلالته لأنه رغم أن هذا الوباء أثر بشكل سلبي على المشاريع والأنشطة الاقتصادية وعلى الأوضاع المادية والاجتماعية للكثير من المواطنين حاولنا إجاد الحلول للحد من آثار هذه الأزمة مجددا جلالته عبارات الشكر لكل الفاعلين في القطع الصحي العام والخاص والعسكري وللقوات الأمنية وسلطة العمومية على ما أبانوا عنه من تفان وروح المسؤولية في موجهة وباء كوفيد 19 نستمع لقراءة في تحليل حول هذا الجانب من الخطاب الملكي والمتعلق بجائحة كورونا ببلادنا للأستاذ رشيد قنجا محلل سياسي من مدينة الربط ركز الجانب الملك على انطلاق من هذه القوة وانطلاق من هذه الوحدة وانطلاق من المؤسسات القوية المغربية كيف أن الدولة المغربية واجهت تحدي الجائحة الكوفيد وهو تحدي جائحة الكوفيد ومن خلال هذا التحدي كان نزاما الشكر للأطر والأطقم الواقفة في الصفوف الأمامية ضد هذا الوباع من الأطر طبية وقوات أمنية وسلطات عمومية هذا التحدي الذي واجه به المغرب كوفيد كان محطة إشهد دولي وكان محطة إشهد دولية نظرا للمبادرات الملكية التي اتخذت في هذا الصدد لمواجهة هذه الجائحة رغم تأثيرتها الاقتصادية وتأثيرتها كذلك على الأوضاع المادية والشماعية للمواطن المغربي غلالة الملك ومن خلال المبادرات الملكية بادرة إلى إنشاء صندوق خاص للتخفيف من تداعية الكوفيد صندوق الذي سهم فيه المغرب الكاملية جميعا بروح وطنية عالية بتلحم شعبي مع المبادرة الملكية وأدى إلى أن المغرب استطاعوا بخلال هذا الصندوق أن يواجهوا الكوفيد ويواجهوا المصاعب والتداعية لله السلبية كذلك كانت هناك مبادرة ملكية على المستوى دعم المقاولة الصغرى ومتوسطة والأهمية في هذا الدعم المقاولة الصغرى ومتوسطة كان الهاجس من ورائه هو الحفاظ على مناسب الشغل والحفاظ على القطرة الشرائية للمواطن المغربي لجاءت المبادرة الملكية كذلك أن يأمر جالد الملك بتنزيل الدعم للأسر الفقيرة والأسر المعويزة من خلال هذا الصندوق لتخفيف تداعية الكوفيد كذلك أنه بادر جالد الملك إلى إحدى صندوق محمد السادس استثمار ليتضمن في حيتياته رؤية مستقبلية ورؤية استراتيجية للنور بالأعجية الإنتاجية وارتباطا دائما بالحالة الوبائية ببلادنا لازلت تسجل المزيد من الإصابات والوفيات إذ أعلنت وزارة وصخة أمسية الأحد عن تسجيل 6189 إصابة جديدة بكورونا المسجد 4078 حالة ترشفة و48 وفاة خلال 24 ساعة الماضية الوزارة ذكرت في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد 19 أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الشرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19 بلغ 13 ملايين وستمائة واثنين وسبعين ألف وسبعمائة واربعة وستين شخصا فيما بلغ عدد الملقحين بالشرعة الثانية عشرة ملايين ومائة وتسعة وعشرين ألف واربعمائة واربعة وعشرين شخصا في خبر آخر وفي إطار الاستراتيجية الشديدة للمملكة المغربية لتعزيز روابطها الاقتصادية وتجارية مع عمقها الإفريقي وبعد تحرير معبر القرقرات من ميليشيات عصابات البوليساريو والاعتراف الرسمي للولايات المتحدة بمغربية الصحراء وافتتاح عدة تمثيليات دبلوماسية لعدة دول بالداخل والعيون يتجه المغرب نحو إنشاء مراكز تجارية كبرى على مستوى المعبر الحدودية القرقرات ومركز بئر كندوز بجهة الداخل ودئ الذهب الذي سيكون بمثابة مناطق للتوزيع وتجارة المستقبلية للمملكة نحو عمقها الإفريقي بدول الصحل والصحراء بهدف خلق دينامية اقتصادية جديدة بالمنطقة وهي ضمن الأولويات المشروعة الموي بالأقاليم الجنوبية وستعمل المنطقة التي سيتم إنشاؤهم على مساحة 30 هكتار لكل واحدة وفق أحدث جيلا باستثمارات بقيمة 180 مليون درهم من خلال إطلاق طلبات عروض متعلقة بأشغال التهيئة بهدف تعزيز الشهادبية الاقتصادية للجهة وتحسين البنية التحتية الكفيلة بجد الاستثمارات الخاصة المغربية والدولية وفي الأخبار الدولية انتشر الجيش في شوارع سيدني الأسترالية اليوم الاثنين لضمان تنفيذ الإغلاق المطول الذي أعلنته المدينة فيما تم تمديد أوامر العزل الصحي في ثالث كبرى المدن الأسترالية بريزيبيين لاحتباء تفشي كوفيد 19 وستنتشر أو ستنشر سلطات نحو 300 عنصر من قوة الدفاع الأسترالية في سيدني بعدما طلبت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز مساعدة الجيش لفرض قواعد احتبائي كوفيد 19 وتحاول سلطات جاهدة وقف تفشي المتحولة دلتا الشديدة العدوى في سيدني وضماني اتباع السكان للقواعد الصحية في ظل تسجيل أكثر من 3600 إصابة منذ منتصف يونيو ويدخل أكثر من خمسة ملايين شخص في كبرى المدن الأسترالية والمناطق المحيطة بها سادس أسبوع إغلاق يتوقع أن يستمر حتى آخر غشت وفي الصين فرضت سلطات صينية أغلاقا طال الملايين من السكان اليوم الاثنين في وقت تحاول احتواء أكبر تفشي الكوفيد منذ أشهر عبر إجراء فحوص واسعة نطاق وفرض قيودا على السفر وسجلت الصين اليوم الاثنين خمسة وخمسين إصابة جديدة ناجمة عن انتقال العدوى محليا فيما تنتشر المتحولة دلتا شديدة العدوى في أكثر من عشرين مدينة وأكثر من عشر مقاطعات وأخضعت الحكومات المحلية في كبرى المدن بما فيها بكين ملايين السكان حتى الآن لفحوص كورونا فيما أغلقت مجمعات سكنية وفرضت حجرا صحيا على مخالطي المصابين وأمرت مدينة تشو تشو في مقاطعة هنان سكانها البالغ عددهم أكثر من مليون وما يقارب نصف مليون بالخضوع لعزل صحي في ظل تدابير إغلاق صارمة على مدى الأيام الثلاثة المقبلة في وقت تطلق حملة فحوص وتطعيم على مستوى المدينة بحسب بيان رسمية ووصفت حكومة تشو تشو الوضع بأنه لا يزل سوداويا ومعقدا رياضيا أهدى العداء المغربي سوفيان البقالي اليوم الاثنين أول ميدالية ذهبية للمغرب في أولمبياد توكيو بعد فوزه بنهائي سباق ثلاثة ألف متر حواجز وضمن البقالي تأهله إلى نهاي من خلال حصوله على المركز الأول في السلسلة الثالثة من التصفيات هنيئا إذن لسوفيان البقالي وللمغرب بهذا الفوز ونبقى في رياضات دائما مشاهدين بلغ فريق المغرب تطواني المباراة النهائية لمسابقة كأس العرش بعد فوزي على فريق الوداد الرياضي أقب الاحتكام إلى دربات الجزاء التجاحية بخمسة أهداف مقابلة ثلاثة في المباراة التي جمعتهما مساء أمسي الأحد على أرضية الملعب الكبير لمراكش برسم دور نصف نهاية كأس العرش لموسم 2019-2020 وقد انتهى الوقت القانوني والإضافي لهذه المقابلة التي أدارها الحكم نبيل برقيا بتعادل الإجابي هدفين لمثلهما وكان فريق القلعة الحمراء صباقا للتسجيل عن طريق المهاجم أيوب الكعبي في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر المباراة مستغلا هفوة في دفاع المغرب تطواني ليسكن الكرة في مرمى الحارس يحيى الفيلاني ومع بداية الجولة الثانية من المباراة تمكن فريق الحمامة البيضاء من إدراك هدف التعادل بواسطة لعب هشام الخلوة في دقيقة السلسة والأربعين بعدما سدد كرة قوية على الطائر استقرت في شباك حارس الوداد الرياضي أحمد ريدا وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء ألغاء الحكم هدفا للوداد بعد العودة لتقنية الفيديو الفار عقب ذلك احتكم الفريق للدربات الترجحية التي ابتسمت لفريق المغرب تطواني بعد توقيع لعبي على خمسة دربات مقابلة ثلاثة لفريق الوداد الرياضي إذن بهذه الأخبار مشاهدنا نصل وإيكم إلى ختم هذا العرض الإخباري شكرا لكم على طيب الإصغاء والمتابعة دائما لمزيد من أخبارنا زروا موقعنا الإلكترونيكات فانكاتخ فانتافي بداية أسبوع موفقا نرشوها لكم ترجمة نانسي قنقر